السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم اصحابي حبيبي عاملين ايه? اتمنى تكونوا بخير. نهاردة ان شاء الله هنشرح الشكل البيضاوي عشان نعمله بطريقة صحيحة وسليمة. طريقة ايه مظبوطة. زي ما انتم شايفين كده. يطلع معاك ايه مظبوط. وكمان اه هاكد هنا على ازاي نعمل غرزة البداية والنهاية. بطريقة سليمة بحس يباني ان ايها معنا ايه مش باي يعني بص مكان القفل هنا. انا سايبان مش مشطبا عشان يبالك ان مكان القفل بص ايه? ايه مظبوط معنا? مش مفوش اي دفوهات. الشغل هنشتشغله سهل حلو جميل. بس انا عايز اقولك على حاجة هنا. اه انا شغلة دول اعدتون دول نفس عدد الغرز اللي هنا هي نفس عدد الغرز اللي بدأنا بيها. ونفس العدد اللي انتهينا بيها طبعا هي اللي انتهينا ايه بيها? بس هو هنا الخد دخين والخد درفيع. ده انا اشتغلت بابرة رقم عشرة ده انا اشتغلت بابرة رقم خمسة وهشتغل معاك اللي هو بابرة رقم خمسة. وبعد كده طبعا ممكن نكمل بقى اكمل هما الشنطتين زي بعض واحدة كبيرة واحدة صغيرة بس ممكن اكمل معاك الكبيرة او الصغيرة حسب ما بقى اعتقد ان احنا هنكمل مع بعض الكبيرة يعني عشان تبقى واضحة اكتر. اه يبقى فيه وضوح اكتر في الشغل عن الصغر الصغر هتبقى ايه? يعني ملمومة قوي وممكن مدنش قوي. اه عايز اقولك ان انت عشان تعملي الاعداء البيضوية مسلا فانت بتعملي ايه? انت عايز اتعرفي هتبدأي بكم سلسلة. فانت الاول بتقيسي طول الاعداء اللي انت عايزها. شوف انت قاعدة عايزة طولها قد ايه? وعايزة عرضها قد ايه? تمام? طول وعرض. طبعا انا عندي هنا ده اقولي عشرة. وهنا ده كام? طمانتاشر اهو? اه تمانية وعشرين. ماشي? يبقى هعمل ايه? تمانية وعشرين وعشرة. هترحوا من بعد يا هديني تمانتاشر. يبقى لازم اعمل سلسلة طولها تمانتاشر سانتي. تاني انا باكد الكلام. دلوقتي انا هابقى عارفة. لازم اكون عارفة طول الشنطة اللي انا عايزاه. وعرض الشنطة اللي انا عايزاه. اطرح الطول. اطرح الطول ناقص العرض. هيديني انا عايزة ابدأ بكام سلسلة? اهو كبيرة. انا كبيرة عندي هنا. الشنطة انا عايزاها. زي ما انت شايفها بصي? خمسة تلاتين. وعرضها كام? وعرضها معي? نول خمستاشر. اهو. خمستاشر. يبقى انا المفروضة ابدأ بسلسلة ايه طولها كام? طولها خمسة تلاتين. ناقص خمستاشر يديني كام? عشرين سنتي. يبقى هطرح الطول. ناقص العرض يديني ايه? اه مقاس السلاسل اللي انا عايزاه. مقاس السلاسل بالسنتيمتر مش بالغرس. تاني انا بقول له هاخد الطول. انا قص منه العرض. انا قص منه العرض. يديني انا هعمل كام سلسلة. مش كام سلسلة. هعمل سلاسل طولها دي ايه? اتفقنا? طيب. دلوقتي انت لو معاك خذ رفاية عزي كده. وعايز اتقبليه شوية. تخليه كبير شوية. تعملي ايه? حد زودي سطرين. ليه السطرين? انا هقول لك. دلوقتي انا العدد اللي عندي هنا انتهيت به هنا. ده تمنتاشر غرزة. ده تمنتاشر غرزة. يعني عدد يقبل اسم على آآ ستة. عدد يقبل اسم على كام? ستة. فلازم تخلي العدد اللي هو بتاع الجزء تدوران. اللي هو الزيادة ده الزيادة ده. يبقى الاسم على ستة. طب انا دلوقتي عدد دي هنا بزود بالتلاتة. كلام ده هتعرفيه دلوقتي في الفيديو بس انا حاب اقوله في الاول. بزود بالتلاتة. فازن انا لو زودت السطر اعملت سطر واحد هزود هنا تلاتة وهنا تلاتة اصبح ايه? آآ اه تمنتاشر وتلاتة واحد وعشرين. الواحد وعشرين ما تقبلش الاسم على ستة. يبقى لازم ازود سطر تاني بتلاتة تانين. يبقى انا زودت السطر ده تلاتة. وده تلاتة ستة. لما اقول الستة. لما زادوا على الاربعة واشرين. على التمانتاشر هجينا اربعة واشرين غرزة. الاربعة واشرين عادة جيبها الاسم على ستة. يبقى انا بعمل ايه تاني? بزود انا المقاس بتاعي. انت عايزة تكبري? تكبري بالاي? بالسطرين. طب عايزة الصغاري معاك تخذ كده وده حصلناها كبيرة وعايزة الصغاري. فالصغاري بالسطرين. مش الصغاري سطر واحد. يبقى ايه? يا بسا لو انا عامل كم? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست سطور. فانت هتعملي كم? اربعة. لو انت عايزة الصغاري. تمام? هنا انا عامل برضو ستة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. طب لو عايزة تكبري. هتعملي كم? تمن سطور. يبقى ايزا الزيادة عندي بالسطرين والنقصان عندي هيبقى بالسطرين عشان توصلي للمقاس اللي انت عايزاه. ويلا بنا نبدأ شغلنا. انا هبدأ معاكي بالخيط اللي هو الرفيع مش بالتخيل. انت ممكن تبقى 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 زي ما انت عايز. زي ما قبتلك انا هنا بالنسبة للرفيع بتاعي بالابرة رقم خمسة. زي ما انت شايفة بصت انا قصة عن المعقوب فاللقيته ايه معقول معيها. او امتل لو خيطك تخيل الشغل يبقى بقى بتمانية بتسعة بعشرة زي ما عندك الخطة خانته. هشغل عدد من السلاسل يبقى الاسم على ستة. تمام? وفي نفس وقت يكون مقاسه كام? انا قلت هنا عايزة كام? طمانتاشر صانتش. صح كده? يبقى انا هعمل كده هسيب مسافة كده. هسيب ايه? قدي ايه? حوالي. نقول متر. تمام? هسيبه وهقول لك هسيبي المتر ده ليه? هسيبه كده. وبعدين هابدأ اعمل غرزة الايه? البداية. هقول لي هي لك البداية للمبتدئين لاخواتنا المبتدئين. مش هعمل الترية بتاعتي مش جال خط الصغير اللي احنا سايبينه. هجيب الخط الصغير كده همسكه كده. كأن ده الصغير اهو. شايفها? اللي باقي. وهجيب الخط الكبير اللي انا بشغل منه. وليفه كده ايه? اكس كده. تمام? اهو. وهجيب اللي قدام دي وراء. واللي وراء دي امسكها كده. كده انا عملت ايه? غرزة البداية. وانتبهت الشغل بالخط الكبير ومش بالخط اللي ايه? اللي انت سايبه الصغير. الصغير ده انا هقول لك نعمل بي ايه في الاخر? هشغل عدد من السلاسل يقبل اسم على ستة ويكون مقاسه كام? انا قلت ان انا عايزة كام? طبعا انت قلنا دي تمانية وعشرين. ونقس عشر ديني تمنتاشر. فايزة ان انا هشتغل تمنتاشر سنتي. تمام? وعدد من السلاسل يقبل اسم على سكام ستة. هشتغل بقى اقول لدي واحد اتنين تلاتة مثلا اربعة خمسة ستة. اخواتنا اللي ما بعفوش عدد يقبل اسم على ستة. ارجع تاني اقرر تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. وكرر بقى عدد من الستات كده بالشكل ده لغاية موصل لكام? لتمنتاشر سنتي. اهو انا كده بالنسبالي اشتغلت الايه? الشغل التاعي. اهو بالنسبالي. وعدد دي قبل اسم بصي تمنتاشر سنتي تقريبا. خلي بالك ان الكلام بيريح. شايفة? اهو? يمكن هو بس يقلي من تمنتاشر سنة. بس ايه? شايفة? اهو تمنتاشر. لو انا بص النص سنتي ده لو فرق معي وعايز انا زودها لتمنتاشر ايه وراح شغلها ستة تانيين هتدينا ايه? مقاس كبير? انا مش عايزة. لكن النص سنتي ده نص سنتي او سنتي كمان هيتعوض لان خط الكليم من نوع ايه? اللي بيرايح في الشغل وبيفرد في الشغل اكتر من مقاسه. خلاص كده انا خلصت عدد الغرس بتاعت ليبل اسم على ستة وفي نفس الوقت هو ايه? الطول اللي انا عايزة اللي انا حددته. وزي ما قلتلك لو هو طالع اقل سنتي او نص سنتي مش هتفرق لان هو ايه? هيريح معاك. وبعدين انتو ممكن تعوضي الزيادة تعوضي الفرق معاك في ان انت ايه? تزودي الايه السطر اللي انا قلتلك عليهم. هرتفع غرزة بعد الايه العدد بتاعي. وبعد كده هدخل فيه الغرزة الايه? الاولى من الثمنتاشر. انا طبعا انا عاملها بالنسبة لي تمنتاشر غرزة. يعني دول عاملوا معايا تمنتاشر غرزة. اللي هما دول ايه? بالصدفة ان هما تمنتاشر سنتي عاملوا معايا تمنتاشر غرزة. فانا عملت غرزة اللي هي تسعتاشر. فهاجي ادخل في الغرزة اللي هي ايه? واحد اتنين. اللي هي التانية. اللي هي الاولى من الثمنتاشر. هدخل فيها واعمل غرزة حشو. تمام? و انا بالشغل لازم اريح ايدي عشان لما اجي ادخل الگرزة كده بالشكل دوت. اعملها بالشكل دة. بخخش من قلب مركز الغرزة. طبعا فلما اخخش من مركز الغرزة لازم تكون الغرزة مرتاحة معي. وبعد كده في كل غرزة من الغرز بتاعتي هشدي كده. هنزد قد ادخل اعمل غرزة حشوة. و ازا ما قلت لك لازم اريحها. كده غرزة حشوة. لازم اريح الغرزة معي. في كل غرزة هعمل غرزة حشو لحد الايه? الغرزة الاخيرة. اللي هي الغرزة الايه? التمنتاشر. يبقى كده انا هعمل ايه? عملت تمنتاشر غرزة. ارتفعت غرزة. وبعد ان نزلت في الغرزة التانية. اللي هي الاولى من التمنتاشر. عملت اول غرزة حشو. في كل غرزة هعمل غرزة حشو. والاساس واللي باكد عليكي فيه رياحي ايدك عشان نقدر نعمل غرزة حشو مركزية او اللي هو الحرف الفي او غرزة السنبولة زي ما انت شايفة كده نقدر نعملها طبعا انت بتشتغلي بقى بالخيت بتاعك حسب التخانة بتاعتك اللي انت بتشتغلي بقرري ايه رقم الابرة. هكمل الشغل اللي ايه لحد الغرزة الثمنتاشر. خلصت انا كده الثمنتاشر غرزة حشو اللي انا اللي عندي. وبعد جيت على الغرزة الاخيرة اللي انا عاملة فيها غرزة واحدة. حبدا اعمل فيها تلاتة. يعني انا عملت واحدة هعمل ايه اتنين كمان. ادي غرزة وحاول ارسوم جنب بعض. وقلتلك اوسع الغرزة عشان شغلي يبقى مرتاح. ادي واحدة وبعدين التانية. ما خليش الغرز تبقى يعني كأنها ركبة على بعدها كده. خلي الغرز ايه متسوايا كده عشان اعرف ان انا ايه اركبها. وممكن انا هنا في الحالة دي كده اجيب مركر. اجي الغرزة الاولانية. اجي عشان ابقى انا عارفة ان اجيب داية الايه? التلات غرز بتوع الايه? التزايد هنا. هرجع تاني. تعالي بقى اقولك على حاجة. دلوقت انا عندي هنا دول قلنا 18 غرزة. الغرزة الاولانية هعمل فيها تزايد والغرزة الاخيرة عملت فيها تزايد. مش كده. يبقى انا عندي في النص كام 18 رشل منه من اثنين على الحال فبقى عندي 16. يبقى هعمل 16 غرزة حشو هنا في الحتة ديت. وطبعا وانا مشى كده. اهو. هاجي هنا. هعمل 16 غرزة حشو. اشيلي الايه? الدوت. اجي اول واحدة. وبعدين التانية. قلتلك وانا مشى. لازم اريح الغرزة. كده. التالتة. كده انا بعمل الغرزة حشو عادية خالص ايه. ماشي. الرابعة. هم دول كام هنعملوا كام 16. كده الخمسة. هكمل 16 غرزة بالشكل ده. لحد ما وصل للغرزة الايه? الاولانية. اللي هي الاولانية دي. ما عملش فيها حاجة. ستنيني هارجع لك. كده عملت 16 غرزة اللي هم موجودين هنا. اللي هم في النص. فدلي بقى الغرزة اللي هي السبعتاشر اللي هي الغرزة الاولى من هنا ديت. كنا احنا عاملين فيها واحدة بس. هابدى اعمل فيها اتنين. ايه دي. واحد. وريح هنا الغرز قوي عشان بعد كده تريحني. وبعد كده قلنا ايه? اتنين. يبقى انا كده عملت في الغرزة الاولانية كام? اتنين. غير اللي كانت معمولة الاولانية يبقى كده تلاتة. وبعدين هقفل بقى الشغل ازاي? هشد الخط كده شوية. وبعدين هاجي شايفة الغرزة الاولى. اهي. شايفها? لها اتنين حرفي في. هاجي من الخلف من ورا كده. في الاتنين حرفي دول. اتمنى تكونوا شايفاهم. اهم. هفتح حملك عن بعد اومد. اجي لاتنين حرفهم. انا دخلت منين من ورا. حرفي في من ورا. وبعدين هاجيب الخيط ده. الحلقة ده. وادخلها في الابرة كده. اهي. وبعدين هصحب الحلقة ورا. صحبنا الحلقة. تمام? لما صحبت الحلقة. حبدا ان انا شدها شوية كده. بصي شايفة? اهو. شدتها شوية. واروح جايبة الجسم بتاع اللي انا بتشغله. بتاع القاعدة اهو. الحلقة اهي? اللي انا شدتها. هرح جايبها مدخلا جوا كده. تاني. رح جايبها مدخلا جوا كده. اهو. طب انا اشد الخط البداية مليش جعوة. اشده اطلعه. تمام? انا دلوقتي لما انا شديت الخط. بصي عملي شايفة في ايه? اهو. هشده بقى تاني كده. تمام? هبصة لقي الايه? قدتني الايه? الدوران مزبوط. شايفة? الدوران هنا مزبوط. خلاص كده احنا شدناها وقفناها. تمام? وعشان ما تعملش معي الكع هنا. انا هنقل البداية ما تبقاش هنا. لاني هنا عندي هنا هيبقى فيه تزايد. بعمل اتنينات وغرز اتنين وبعدين بعمل كده يعني التزايد هيديني هنا مع الكع. فانا هنقل البداية هنقلها فين? هنقلها في اول غرزة من الستاشر اللي مفهومش تزايد. اول غرزة من الستاشر مفاش تزايد اللي هي الغرزة دي. شايفة? هدخل منين? انا هعمل غرزة حشو. بس الحشو بتاعتي اسمها صنبلة او مركزية. مش اسمها حشو عميق. عشان فيه ناس شفتها بتقولها عليها حشو عميق. غلط. الحشو العميق دي غرزة تانية. بتاخد غرزة الحشو مش من نفس السطر. من السطر السابق. دي الحشو ايه العميق حبيت ان انا ايه? اقولها للناس اللي عارفة. اللي عايزة يعني. اما انا بعمل حشو هنا مركزية او اسمها صنبلة. واخدها منين? احنا قلنا بتاخد الحشو العادية بتاخدها من حرفين الايه? الفي كده. مش كده? بتاخد من هنا كده. لا انا مش اخد من هنا كده? انا هنزل تحت هنا. شايفة الحرفين بتاع الفي جي? هدخل كده. وهدخل ايه؟ شايفة بصي? ضغط كده. وهقولك ليه ضغط كده? متخليش iniبرة سلني الابرة تطلع كده? ولا هصلني الابرة ينزل كده? خلي بص شايفة? بص شايفه؟ مستقيب كده. انا دخلت ضغط كده. ليه ضغط 먼 لازم اطلع بص شايفة? اهو. ما بين حرفين الفيي بتاعها اللي هما ورا. وفي نفس وقت تحت الحرف الثالث مشان احنا عندنا حرفين في فوق هوت والحرف الثالث اللي هو الخلفي انا نزلة تحتيه شايف انا نزلة فين؟ اتمنى تكون واضحة وبعدين هجيب الخط بتاعي هصحبه وخليه مريح كده وبعدين اعمل الغرزة بتاعتي نعيد الكلام تاني نيجي هالغرزة التاني احنا قلنا الحشو العاجي بتخشي من هنا مش كده من هنا من الحرفين فيه لا انا مش هدخل من هنا هدخل مني شايفة من تحتهم الاتنين اهم شايفهم اهم هدخل منين منهم كده اهو شايفة اهو هدخل ايه قلنا ايه ضغط كده دخولي ده لازم يكون قلنا تحت حرف الايه هتحت حرف الفيه اهو انا ورالك تاني ايه هلضم بس الفتلة اهو شايفة اهو هوسعهم الاتنين من بعد كده وادخل ضغط كده اهي عشان كده قلتلك ايه ووسعي غرزة الحشو عشان لما تهويها وتوسعها وتخليها حنينة هبصت لها عارفة تدخلي فيها شايفة دخلت منين من حرفين الفيه اللي هما تحت هنا وفي نفس وقت تحت الايه الحرف الخلفي للسلسلة مش السلسلة لها اتنين حرف الفيه همت والحرف الخلفي اللي هو التالت وراه تحت منه وما بين الفيه هسحب الخط بتاعي واطلع اريح الغرزة كده وبعدين اشغل غرزة حشو عادية هي غرزة حشو عادية بس مكان الدخول مختلف تاني مش هنخش من هنا مش هنخش من هنا هندخل منين اهم هدخل من هنا كده ضغط كده قلنا ضغط ضغط ليه هفتحها كده ضغط ليه عشان تطلع ها ما بين حرفين الفيه اللي ورا شايفهم وما تحت الحرف ليه التالت واسحب الخط بتاعي وريحه وعمل غرزة الحشو هارجع تاني اهو شايفة اهو منين من هنا مش من هنا الحشو العادية من هنا لا دي من تحت كده شايفها اهو انت لما هتتعوج عليها هتعرف فيها شايفة طالع منين هاسحب الخط بتاعي وريح ايه الغرزة عشان السطر اللي جاي هعمل نفس اللي انا بعمله السطر ده لو الغرزة دايقة ومجهودة مش هتعرف تدخل الدخول ده هتبقى صعب عليك تمام اهو هرجع تاني نفس المكان واتأكد ان هي ايه من ورا انت بعد كده من غير ما تتأكدي لما تتعوج عليها هتعرف ان انت دخلت ايه صح شايفة اهو تاني شايفة منين واصحب الخيط ولازم اريح غرزة الحشو كده وبعدين ايه اصحب خيطي هارجع تاني اهو ما بين الاتنين اهم شايفة اهو شايفة الدخول منين هكمل معاك لان هي دي الاساس بتاع الغرزة هرجع قلنا غرزة الحشو مش بدخل من الحشو العاجي بدخل منين من الحرفين اللي هما اللي تحت دول هدخل لتلك ايه ضغط كده بحيس ان انا ايه هدخل من ايه زا ما تشايفة بصي منين واصحب الخيط بتاعي ولتلك اريح الغرزة طبعا بعد تشغلي بالخيط التخين او رفيع كل خيط قلنا ايه على حسب ابريتو وبعدين هدخل اللي بعدها برضو من الحرفين اللي تحت هدخل ضغط كده اهو شايفة منين ايه تحت الايه الحرف التالت وما بين الاتنين الفين اللي وورا واسحب الخيط بتاعي وبعدين عامل غرزة الحشو هرجع تاني هكمل تاني اهي شايفة معلش انا بأكد الغرزة شوية عشان هي ايه هي دي اللي هنكمل بيها لو انت عرفتها كويس هي دي اللي هنكمل بيها بقية الشغل بتاعنا سواء بقى ترتيبة او عدد غرز او اي حاجة دي كلها ما بتفرقش عايدي هي الممي بس طريقة الغرزة اللي انا ايه عايز ا اكد عليها اسمها غرزة الصنبولة او غرزة الحشو المركزية مركزية عشان ايه بنعملها بقلنا ايه من مركز الغرزة نفسها مش بنعملها من حرف الفين اللي فوق لأ بنعملها من مركز الغرزة شايفة اهو اهي انا تاني هوريكي تاني اهو شايفة تمام؟ هصحب الخط بتاعها من غرزة حشوة طبعا انا كده اهو من تبصي انا عملتها من غير ما بص انا متأكدة حتى يمكن بص شايفة اهو خلاص اليد بتتعود عليها ان انت تعمليها من غير ايه ما تبصي فاضل ايه عندنا الغرزة الاخيرة تمام؟ كده خلاص ايه الغرزة الاخيرة عملناها عملنا كده الستاشر غرزة دولا هاجي بقى عند الثلاثة اللي هما ايه اللي هما الثلاثة اللي في غرزة واحدة اللي هما ايه الغرزة اللي عمليين فاتها زي ده الثلاثة هشيل من المركز كده واخليه الغرزة الاولى بتاعتي ديه طبعا اهيت الغرزة الحرفين بتاعها همت؟ شايفهم؟ هم؟ هدخل اعمل هنا في الغرزة دي غرزتين هنا السطر ده غرزتين ايه ادي اول غرزة وحاولي ايه؟ عشان طبعا هما جانب بعض في غرزة واحدة ممكن يكونوا ايه؟ يضايقوك شوية حاولي بقى في السطر ده تريح يوم عشان رايحوا معيك ادي اول غرزة وفي نفس المكان نفس الغرزة هنزل في نفس المكان اعمل الغرزة الايه التانية وحاول لما اعمل الغرزتين ما خلهمش قلتلك ايه؟ رجبين على بعض اخليهم ايه جانب بعض كده متسويين وساع قوي ممكن اساوهم كده ايه؟ باداية كده اساوي الغرزتين عشان السطر الجاي وواضحين بالنسبة لي هاجي بعد كده الغرزة اللي هي التانية الغرزة التانية بتاعتي الحرف الفي بتاعها هوا شايفها؟ اهو هدخل فيه وبرده قمتلك هدخل ضغط كده بحيث هتأكد ان انا ايه دخلة تحت الايه؟ الشغل بتاعي ما بين حرف الفي بتاعها هدخل برضه اعمل هنا غرزتين غرزة مركزية او حشو مركزي ادي اول غرزة هرجع هعمل ايه؟ الغرزة التانية في نفس المكان هرجع بعد كده الغرزة اللي هي التالتة بتاعتي شايفها؟ اهي اوضحها لك هدخل برضه في الحرف بتاعها اهو تمام؟ هدخل اعمل برضه اتنين حشو مركزي ادي اول غرزة وبعدين في نفس المكان هعمل الغرزة التانية وزا ما قلتلك اخلي الغرز مرصوصة جنبه بعد خلاص احنا كده ايه؟ كان الدوران كان تلاتة باللوقتي بقى ستة يعني احنا بعد كده بنزيد السطر بالتلاتة وبعد كده طبعا عندي هنا دول السطاشر اللي هو بدون تزايد همشي جوه كل غرزة همشي في المركز بتاعها اعمل ايه؟ غرزة مركزية او حشو مركزي فوق كل غرزة غرزة وقلتلك اريح الشغل بتاعي اهو هعمل هنا دول السطاشر غرزة دول هكملهم كده لحد الدوران عشان نعمل الدوران التاني والتزايد بتاعه زي ما انت شايفة كده وانت مشى كده ازبط الشغل في ايديكي تمام كده هكمل السطاشر غرزة دولا يما لحد الدوران هنا عشان نعمل التزايد خلصت الغرز بتاعتي كده طول ما انا مشى عملا ايه ازبط شغل كده في ايدي زي ما انت شايفة بص الدوران حلو ازاي؟ تمام تعالي بقى نعمل ايه؟ التزايد بتاعنا اللي هنا طبعا احنا برضو هنا كان عندنا تلات غرز لان احنا نقلنا البداية عند بداية الايه؟ السطاشر فالتلاتة دول برضو زي ما عملت هنا التلاتة ستة برضو انا هعمل التلاتة هنا ايه؟ ستة هاجي للغرزة الاولى بتاعتي وادخل ما بين مركزها تمام؟ وتأكد ان انا ما بين المركز وادخل برضو اعمل ايه؟ غرزتين ايه دي اول غرزة وممكن هنا في الحالة دي احطي ايه؟ ماركر اهو برضو كان ممكن هنا حطيت ماركر انا هاجيب ماركر انا حطيت الماركر هوا لان هنا بصي ايه؟ واضح قوي اللي ايه؟ البداية هنا لما بتكبر معي ممكن خاصة مع اخواتنا المبتدئين ممكن يتلخبطوا شوية يعني احنا بالنسبة لنا المتمرسين بهم عارفين ساعة ما بنحتاجش الماركر بس انا بحطه هنا على فرض ان ايه؟ اللي بتبدأ معي اخت مبتدئة فتبقى انت عندك ايه؟ ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة يبقى دي الغرزة الايه اللي اولى حطيتها فيها زي ما انا حطيت في الغرزة الايه؟ اول ما تشغل الغرزة الاولى على ثلث حطي دي تمام؟ وبعدين قلني ايه؟ في لو نفس الغرزة هنعمل ايه؟ غرزة كمان مركزية في نفس المكان والريح الغرزة عشان هنا في تزايد فممكن الغرزة هنا تبقى ديك فانت ما تخليش الغرز ايه؟ رجبة فوق بعضها ممكن بص شايفها اهو انا بفرقهم عن بعض هومت ايه؟ خاصة حرف الفي بتاع الغرزة ممكن تبص تلاقيه خالف على بعضه كده لأ ما تخليهوش كده رسيه كأنه مرصوص جنبه بعد هاجي بعد كده الغرزة التانية برضو هدخل في المركز بتاعها والغرزة التانية ممكن تدايق شوية لان هي كان عندها القفلة بتاعت السطر اللي فات تمام؟ انا هدخل هود فيها اهيه؟ شايفها؟ هدخل اعمل اول غرزة اجي اول واحدة وبعدين هرجع تاني في نفس المكان تاني هدخل اعمل الايه؟ التانية كده انا عملت ايه؟ اجي الايه؟ غرزتين وبعد كده الفاضل عندي الغرزة اللي هي الثالثة اهيت هدخل ما بين حرف الفي بتاعها هعمل برضو غرزتين اجي اول غرزة وبعدين الغرزة التانية تمام؟ كده خلصنا الايه؟ الدوران زي ما انت شايفة بص الدوران مظبوط وجميل ازاي؟ وطبعا احنا نقلنا الايه؟ القفلة للسطر من عنده نقلناها الناحية التانية عشان هنا ما بقاش في ايه؟ كلكعة هاجي بعد كده هسحب الخط بتاعي وبعدين هاجي عند الغرزة الاولى زي ما عملت في السطر اللي فات بالزبط الغرزة الاولى بص شايف حرف اللي ايه؟ الفي بتاع السلسلة اهو هدخل من تحت السلسل من الخلف يعني الابرة ايه؟ تشيجي من ورا لقدام كده شايفة؟ وبعدين هجيب الحرف السلسلة دي الحلقة دي اشدها ورا كده شدتها ورا كده شايفة؟ اهي؟ ادتني بص شايفة الدوران ايه؟ مظبوط طبعا انا هشدها اوسطها شوية زيادة كده امان؟ هشدها زيادة كده وبعدين هعمل ايه؟ هدخل الشغل بتاعي من خلالها اهو وطبعا اصحب الاول ايه؟ قلنا خط البداية اللي احنا سايبينه تمام؟ وبعدين ايه؟ اكمل سحبه كده اهو شايفة؟ اعمل كأنه ايه؟ كأنه عودة. هشدها شايفة؟ اهي شايفة بقى الدوران بتاعي باوظبوط ازاي؟ مايبالكيش فين الايه؟ البداية والنهاية. يعني اقول له لا انتي لو مش حطة الفطلة مش هيبالي البداية ايه والنهاية. بعد كده حدى ان انا ادخل برضو في الغرزة اللي هي الايه الاولى شايفة؟ ما ليجع بقى بالبتاع ايه؟ خلاص الغرزة اللي امه الستة دول ما ليجع. بدخل في اول غرزة من الستة عشر اللي امه الغرز ما فيه مش تزايد. هدخل في ال� هي من فوق هدخل في حرف الفي اللي تحت اللهم الغرزتين بطاعة هدخل ايه عشان اعمل ايه من مركزة هدخل من تحت كده اهو شايفها اهو شايف انا دخلة تاني منين من تحت الغرزة هوت وبين حرف الفي هصحب الخط بتاعي زي السطر اللي فات بالضبط هريح الغرزة وبعدين هصحب الغرزة بتاعتي وبعدين هرجع تاني الغرزة اللي بعدها من مركزها برضو وبعدين شايف اهو تاني هوت انا باكد عليك تاني هوت من مركزه ما بين حرف الفي اللي ورا وتحت الاي الحرف التالت يعني احنا بيبقى عندنا اتنى اي حرف الفي اتنين والاي والحرف التالت من ورا وانا طبعا دخلها من تحت وحرف الفي بتاع الاي نفس حرف الفي اللي دخلها فيه هنا المركز هصحب الغرزة كده وريحها وبعدين اصحب غرزة الحشو بتاعتي هرجع تاني اهو ما بين الحرفين وعشان كده قلتلك يكونوا مرصوصين جنب بعض ما يكونوش رجبين على بعض لانهو رجبين على بعض عيدا اوكي اهو مرصوصين جنب بعض اهو هدخل شايفا منين اهي هتبقى معي ايه سهلة هدخل اعمل غرزة الحشوة هرجع تاني هكرر تاني تمام هكمل الغرز بتاعتش كده اللي هم الستاشر من قلب المركز الغرزة عشان تبان كأنها غرزة الصنبولة شبهها هرجع تاني هكرر تاني لحد الايه بداية التزايد التاني او المركر اللي انا حطات تاني عشان كده قطريك ايه وحط مركر عند البداية هكمل بقى ايه بقيت الستاشر دور لحد الغرزة اللي قبلها وبعدين نجي ايه عند غرزة المركر نبدأ نعمل ايه التزايد بتاعنا خلصت الغرز بتاعتي اللي هدون تزايد اللي هم الستاشر وجيت عند اول غرزة حدى اشيل المركر من هنا. عشان اشتغل هنا. هعمل في الغرزة الاولى. طبعا انا عندي في الاول اتنين. فهعمل في الغرزة الاولى. هعمل غرزة. هدخل في المركز بتاعها. تمام? اهو. اتأكد انا دخلها في المركز. هدخل في المركز كده. واطلع ايه? اعمل غرزة. قلتلي زي ما قلتلك اريح الغرز بتاعتي. وبعد كده اجيب سمتحل ايه? المركر بتاعي. لو ما عندكيش مركر. اي علامة عندك. شلكون الغرزاه الاولى بدون تزايد. انا عندي طبعا ايه? الغرزة الاولى اقلتها بدون تزايد. الغرزة الثانية هعملها بتزايد. هعمل اج اول غرزة حشو مركزية او ايه او اللي هي الصنبولة ودي التانية كده الاتنين الاولانين عملت فيهم تلاتة الاولى بدون تزايد والتانية ايه معها تزايد. هروح للغرزة التالتة والربعة انه عندي اللي هما الاتنين التانيين. هاخد الاولى بدون تزايد احنا قلنا بنعمل الاولى بدون تزايد مش كده الاولى بدون تزايد والتانية معها تزايد. هاخد الاولى بدون اي تزايد. تمام؟ وريح الغرز بتاعتي. والتانية هعملها بتزايد. اه دي? اول غرزة. وبعدين التانية. بعد كده الاثنين التانيين اللي هما للربعة والخمسة والستة. هاخد الغرزة بتاعتها الاولانية بدون اي تزايد. وريحت الخط بتاعي هود. والتانية معها ايه? تزايد. ادي واحد. وبعدين كده ايه? اتنين. تعالي بقى اعيد عليكي بقى ايه? العدد هنا. السطر ده اللي هو التالت دوت هيبقى معي في ايه? احنا عملنا السطر الاولاني فيه تلاتة. والسطر التاني فيه ستة. السطر ده فيه تسعة. التسعة دول عبارة عن ايه? الاولى بدون تزايد. التانية فيها تزايد. التالتة بدون تزايد. الرابعة معاها تزايد. الخمسة بدون تزايد. الستة معانا ايه تزايد? فيدينا ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. تمام كده? يا بسطر ده هيديني تسعة غرز. بعد كده هروح على الستاشر غرزة اللي هما بدون اي تزايد هشتغل في كل غرزة حشو. هعمل غرزة حشو مركزية. وزي ما قلتلك هريح الايه? الشغل بتاعي خالص. لازم اهم حاجة ريحه. في كل غرزة هعمل غرزة. في كل غرزة حشو مركزية. وفي كل صنبولة هعمل صنبولة او حشو مركزية. تمام? اهو. هكمل السطر بقى لحد بداية الماركر التانية او التزايد للناحية التانية. خلص السطر بتاعي هزا ما انت شايفها كده بص الشغل ايه? مجدود وجميل. هبدأ بعد كده ان انا هنا هبدأ اعمل الايه? التزايد بتاعي. هشيل الماركر. واحنا عرفنا زي الناحية ايه? اللي فادت بالزبط. هعمل الغرزة الاولى اللي هي عندي هنا. هعمل فيها بدون تزايد. هدخل في مركزها. تمام? وعشان كده بقولك ريحي الشغل. اهو. هدخل في المركز واعمل الغرزة الاولى بدون اي تزايد. واحط الماركر بتاعي تاني. ودي كده بداية الشغل بتاعي او التزايد اللي عندي. وبعد كده الغرزة التانية هعمل فيها ايه قلنا? التزايد. ايه دي. اول غرزة. وفي نفس المكان هعمل الغرزة التانية. هرجع اروح على الغرزة اللي هي التالتة. الغرزة التالتة بتاعتي. هدخل فيها. اهي. تمام? هعمل غرزة حشو مركزية بدون تزايد. قلتلك اريح الغرز بتاعتي. وهرجع هروح الغرزة اللي هي التانية. اللي هي اختها معاها في نفس المكان. هعمل ايه? اهو. هعمل تزايد. قلتلك لو قابلني دي فوهات بقى زي كده. احاول بقى ايه? ان انا اشد الخط شوية بحيس ان انا ايه? ادريها. ادي كده اول غرزة. كده الايه? الغرزة التانية. وبعد كده هروح على الغرزة اللي هي اللي هي الغرزتين التانيين. هعمل في الاولى بدون تزايد. تمام? وعشان كده لو مريحة الغرزة مش هتبقى صعبة معك زي ما انا عاملها كده. وعشان الناس اللي ادارت وجاها ما ايه? ما يحصلش الكلام ده. وبعدين الغرزة التانية اهيت هعمل فيها تزايد. واحد اتنين. وبعد كده طبعا عايزين نقفل الشغل بتاعنا هنشد بقى الخط كده شوية. وهنيجي على الغرزة الاولى شايفينا اللي هي حرف الفي ده. حبدأ ان انا اجي من ورا كده. اهو. هدخل في الحرفين. وبعدين اجيب الايه? الحلقة بتاعتي. واشدها. شدتها. كويس. اهيه. حد اقبالنا انا ايه اقولنا ايه اشدها كده شوية. وبعدين شايفين? هدخل منها الشغل. وتبعا نصحب الفتلة الايه? اللي كانت البداية اللي احنا قلنا ايه? خلناه لي المتر ونص. تمام? وبعدين اهيه. حد اشد الخط بتاعي. اهو اشده كويس. شايفين? محافظة على الشغل بتاعي. ومحافظة على الشكل العام بتاع الشغل بتاعي. هبدأ طبعا انا بعد كده هبدأ السطر بتاعي. هبدأ منين من الغرزة اللي احنا قلنا عليها ايه ايه? اول غرزة ما فيهاش ايه? تزايد. اللي هما بداية الايه? الستاشر. هدخل في الغرزة الاولى من اللي هما من الستاشر في المركز بتاعها كده. اهو. واسحب الخط بتاعي. وريح الابرة كده. وبعدين اعمل اجل ايه? اول غرزة. واروح للتانية نفس الكلام. برضو ادخل في مركزها واعمل غرزة حشو مركزية او صنبولة جديدة. واكمل اللي هما الستاشر غرزة دول. اللي هما بدون اي تزايد. اللي هي في كل غرزة. باعمل غرزة. تمام? هكمل كده لحد المركر. ولحد بداية تزايد اللي هو ناحية الاخر الخط. وصلت الاخر غرزة. وبعدين وصلت هنا للمركر مكانة تزايد. هشيل. السطر اللي فات كنا بنعمل ايه? الهدف ان احنا كنا بنعمل ايه? بنعمل واحدة من غير تزايد واحدة بتزايد. واحدة من غير تزايد. يعني واحدة واحدة. السطر ده بقى نعمل ايه? هنعمل الاولانية هعملها بتزايد. هدخل في الاولى. اهي. هعمل فيها تزايد. اجي اول غرزة. بس هحط المركر الاولاني. الاول. وهرجع اعمل فيها كمان غرزة. يبقى انا عملت ايه? بدأت بايه? بتزايد. مش كده? اهو. مريحة الغرزة. هرجع بعد كده الغرزة اللي بعدها مش هعمل فيها ايه? تزايد. تمام? انا بس ايه? ايوة. مش هعمل فيها تزايد. واللي بعدها كمان مش هعمل فيها تزايد. يبقى انا حاجة عايز اقولهالك. ان التزايد عملته في الغرزة الاولى اللي مكانش فيها تزايد في السطر السابق. وعملت الواحد واحد فوق اللي كانوا الاتنين تزايد. انا حاولت بتحاول ان احنا ايه? نغير مكان التزايد. ما نعملش التزايد مكان التزايد. عشان لو عملت التزايد مكان التزايد. هتديكي الغرز بتاعتك مباوزة مش هتحفز على الدوران اللي احنا عايزين نحفز عليه. فبعد كده انا اعملت اتنين واحد واحد. بعد كده هعمل اتنين. هتلاحظ ان الاتنين اللي جاية هتلاقى فوق الغرزة اللي كانت لوحدها. هعمل فوقها اتنين. طبعا وانا بقولك ريحي الشغل بتاعك عشان اطلع الشغل ايه? مرياح خالص. ادي ايه? واحد. وبعدين ادي ايه? اتنين. وبعد كده هعمل اتنين واحد واحد. اللي هي ايه? هتبصت لو جايين فوق التزايد السطر السابق. هعمل فوق الاولى. هعمل غرزة واحدة. وبعدين غرزة كمان. تمام? طيب. بعد كده اكيد هنكرر. نفس الكلام. اتنين واحد واحد. هبصت لقي الاتنين جات برضو فوق الايه? اللي كانت واحدة لوحدة. اهي ادي اتنين. هعمل هنا فوق دي اتنين. ادي واحد. اتنين. وبعد كده هعمل ايه? واحد واحد. هبصت لقيهم ايه فوق اللي كانوا فيهم ايه? تزايد. ادي. واحد. هدخل من الغرزة اتأكد منها. ادي واحد. وبعدين واحدتين. تمام كده? بعد كده همشي بقى ايه? كده انا خلص الدوران ده. فيه كان بورزة تعالي نعده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر. اه ما احنا بدأنا بتلاتة وبعد كده ستة وبعد كده تسعة وبعد كده تناشر. التزايد بتاعي بالتلاتة. السطر ده كان عبارة عن ايه? اتنين واحد واحد. اتنين واحد واحد. اتنين واحد واحد. ماشي كده. بعد كده هكمل فوق الغرزة اللي هي بدون اي تزايد. اللي هما كانوا السبتاشر اللي هنا. همشي فوق كل غرزة حشو مركزية. همشي حشو مركزية او قلنا صنبولة. يعني ايه? قولها زي ما انت عايزة. تمام? فوق كل غرزة غرزة. شايفة? شايفة بقى هنا الدوران بص طالع بص عامل ازاي? عشان احنا ما عملناش ملحوظة. ما عملناش التزايد مكان التزايد. ده مهم جدا تعرفيه. وصلت لبداية التزايد الجديد وهنعمله نفس التزايد اللي احنا عملناه هنا. هشيل المركز. وزا ما قلتلك احنا بنعمل تزايد مكان المناطق المفاش تزايد. طبعا هاخد الغرزة الاولى هعمل فيها ايه? تزايد. اتنين. كنا بدقين باثنين. السطر ده. ادي واحد. وبعدين. اتنين. طبعا هحط الاول ايه? المركر. عشان ايه? ما اتلخبطش خلاص. ما عطش افكر ايه? كده معي. كده اتنين. ما في الغرزة الاولى عملت ايه? تزايد. عملت اتنين. في الغرزة التانية والتالتة مش هعمل تزايد. ادي التانية. ادي واحد. وبعدين في التالتة هعمل واحد. تزايد. تمام? بعد كده هكرر تاني الكلام. اتنين. هتبصي تلاقي الاتنين جاية معاك. فوق الايه? فوق اللي هي كانت من غير تزايد. ادي اتنين. ادي واحد. فيها. وفي نفس المكان هعمل ايه? التاني. طبعا انا ايه? ايجي بتوجهاني وبصي دي لفة مني. فايه? هخليها ايه تلف كده. اهي. عشان بقى شكلها حلو يعني. ادي كده اتنين. بعد كده هعمل هبصي ايه اتنين قدامي اللي كانوا معاك بعد التزايد. هعمل في الغرزة واحد. ما انا تكراري اتنين واحد واحد. ادي واحد. وبعدين واحد. تمام. هرجع اقرار تانية. اهو. ادي في الاولى هعمل اتنين. اكت بس ان انا كاني صح. ادي كده واحد. وكمان في ايه نفس المكان. واحد. ادي التزايد. بعد كده ايه? واحد واحد. ادي واحد. وبعد كده ادي برضو ايه? واحد تاني. هلاقي نفسي خلصت السطر كده. هشد الخط. وبعدين هاجي على الغرزة الاولى. حرف الفي الاولاني. هدخل منه من الخلف كده. اهو. شايفين? وبعدين هسحب الحلقة بتاعتي. لما سحبتها. حد ان انا ايه? اشدها كده شوية. اهي. اشوف الايه? ايه? 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 تمام? اهي? كبرتها. هروح مدخلها منها الايه? الحلقة الشغل التاعي. تمام? اهو. وابدأ باقي ايه? اشد الخط. شايفة? مش هتلاقي بداية ولا نهاية خالص. هتلاقي محافظ معاك على الايه? الدوران بتاعك. بص سليم مظبوط ازاي? بص الغرز. بص المكان ما انا ايه? افله هو. شايفة? اهو. المكان سليم معاك زي الفل. هبدأ بعد كده ابدأ السطر الجديد. هبدأ السطر الجديد اللي هو السطر الخامس. وقلتلك هبدأ من ايه انا شايفة? من الغرزة اللي هي بداية الايه? ال 16 اللي ما فيهاش تزايد. تمام كده? هبدأ فيها ادخل في الغرزة المركزية بتاعتها. واسحب الخط. واعمل. اشتغل شغلي بدون اي تزايد. في الجزء ده. لحد المركر التاني. اهو. وزي ما قلتلك اهم حاجة راحة الغرزة. ان الغرزة تكون ايه? مريحة على اخر. السطر ده اللي هو السطر. طبعا سطر الفات كان فيه 12. السطر ده يبقى فيه 15. هبدأ اعمل ايه? هاخد الاشيل المركر. تمام? هبدأ اعمل. طبعا انا كان السطر الفات كان عندي اللي اتنين فيهم ايه? تزايد لو تفتكري. مش كده. فانا هعمل اللي اتنين دول بدون اي تزايد. يبقى انا هعمل واحد. فوق الغرزة الاولى. الحشو الاولى. هعمل حشو واحدة مركزية. تمام? وطبعا هحط المركر. وفوق التانية برضو. هعمل حشو واحدة مركزية. وفوق التالتة هتلاقيها كانت لوحدها. التالتة كانت لوحدها هتعمليها ايه? اتنين. هعمل فيها اتنين. هتقولي يا الله يعني انت السطر ده هتعملي اتنين واحدة? هقولك لأ. هعمل ايه? اتنين تلاق تلات وحايد. بس انا هقولك التوزيع جاهز ايه? انا عملت في الاول كام? عملت واحد واحد. فوق الغرزة الاولى واحد. فوق الغرزة التانية ايه واحد? والغرزة ايه? التالتة عملت اتنين. هرجع اكرر تلتة وحاية. هاخد في الغرزة ادي واحد. غرزة حشو مركزية. في اللي بعدها برضو غرزة حشو مركزية. في اللي بعدها برضو هناخد برضو في اللي بعدها غرزة حشو مركزية. تمام? وطبع زي ما شايفة بص الخط جاي معي رفايع ازاي? بص الجيفوعة اللي في الخط. فانا بحول وانا مشي ايه? اعالجها. تمام? اهي. وبعدين كان خط كان بقى كده. تعالي انا خط دلوقتي اجي واحد واحد. مش كده وبعدين خط اتنين. وبعدين خط تلت وحاية. يبقى بعد التلت وحاية في ايه? هياخد اتنين. لازم اللي اتنين هتيجي فوق غرزة من السطر اللي فات كانت مش اتنين. كانت لوحدها. اجي واحد. وبعدين اجي اتنين. وبعدين هرجع اخد تاني. تلت وحاية. اجي واحد. وبعدين اجي ايه? اجي واحد. كده اتنين. كده ايه? تلاتة. تمام? انا ايه بس ايه? هدخل فيها كده. كده تلاتة. بعد كده هاخد اتنين. تمام? كده? اجي واحد. وفي نفس الغرزة هعمل ايه? واحدة تانية. تمام? يبقى انا كده عملت ايه? كان هنا في الاول مفروض ان انا بعمل ايه? بعد كل اتنين بعمل ايه? تلات وحاية. انا كنت هنا عملت اتنين بس. التالت بتاعهم هكمله ما هو? اللي هو هنا في الاخر هعمل ايه? واحد. تمام? يبقى تعالي نعيد الكلام بتاعنا تاني. في الجزئية دي. يبقى احنا في الجزئية دي عملنا ايه? عملنا في الاول ايه? واحد واحد. وبعدين? عملنا اجي واحد. ماشي? اجي واحد واحد. وبعد كده عملنا اتني. بعد كده واحد واحد واحد. تلات واحد. واثنين. بعد كده تلات واحد واثنين. تمام? كده يا مفروض ايه? انت هنا. بس احنا في الاول عملنا اتنين واحد بس. فالتالت بتاعهم كمل معنا هنا. يبقى انها عندي ما مفروض ان أساسا بعمل ايه? تلات واحد اتنين. خلي بالي تبصي هنا به ومفروض مجرد مايه هنا. الجزئية لو انت شايفها. عارفة الي هعملت معاي كده عشان الخط هنا في الحتة دي كان رفيع. كان ممكن انت هتقصي. يعني مثلا السطر اللي جاي تمسكيها ايه تعالجيها. هتكوني الخط يكون ايه تخين في الحتة دي. وتكوني ايه بتشدي الخط لفوق وتعالجيها وهتتعالج معاك ما تقلقيش منها. بعد كده هكمل فوق كل غرزة حشو مركزية او فوق كل صنبولة هكمل صنبولة او حشو مركزية. لحد الايه المركر التاني. وصلت الاخر عند المركر هنا. وزا ما انت شايفها الشغل بصي جميل وحلو ازاي. وتعالي بقى ايه هنشيل المركر هنا. وهنعمل زا ما عملنا هنا. هنعمل في الاول غرزتين لوحدهم بدون تزايد. اجي اول غرزة فوق الغرزة الاولانية بدون تزايد. وهوحط لها المركر. وبعدين الغرزة التانية برضو هعمل لها غرزة صنبولة او حشو مركزية. برضو بدون تزايد. وقلنا الاتنين دولا التالتة بتاعتهم بعملها فين في الاخر. وبعد كده هعمل تلاتة. طبعا في التالتة دي هعمل ايه اتنين غرزة. اجي واحد اتنين. يعني انا هنا عملت في الغرزة التالتة عملت ايه تزايد. وبعد كده هعمل تلاتة بدون تزايد تلات غرز. اجي اول غرزة. وبعدين عندي هنا الغرزة التانية. وانتبه ان انا بنزل في مركز الغرزة الحشو. ما نزلش في مكان تاني. اجي تاني غرزة. بعد كده تالت غرزة. اهو. بعد كده الغرزة اللي بعدها هعمل فيها تزايد. هعمل فيها اتنين. وهلاقيها هي كانت من السطر السابق. هلاقيها هي ايه? كانت ايه? غرزة الواحدة. شايفة? اهي. كانت الغرزة الواحدة. ادي واحد. اتنين في نفس الغرزة. تمام? وارست الغرز كده جابه بعدها ما اخلاش رجبه على بعدها. عشان لما اجي اعمل السطر السابق اللي جاي ما تبقاش الغرزة تضيقني. انا ايه? شايفة. شوف انا بعدين له موت. بعد الغرزة هي. شايفة? خلاص انا عملت اتنين. هرجع اعمل تاني تلت وحية. ادي واحد. وبعدين ادي اتنين. ادي ايه? ثلاثة. وبعد كده هعمل اتنين. غرزتين في غرزة واحدة. ادي واحد. وبعد كده ادي اتنين في نفس الغرزة. تمام كده. وبعد كده ايه? الاخر بعمل غرزة واحدة. اللي هي كانت المتمن بتوع التلاتة الايه? الاولين عندي. يبقى ان السطر ده حصلت فيه على كام? تعالين عندهم. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلاتاشر اربعة تاشر خمس تاشر. اللي هو السطر الخمس في خمس تاشر. خلاص كده خلصنا. هشد الخط بتاعي عشان هقفر السطر بتاعي. وبعدين هاجي برضه في غرزة الحشو الاولانية. ادخل من ورا كده. هنعيد الكلام تاني هوت. وهسحب الحلقة بتاعتي. الورا كده. سحبتها. تمام? وبعدين طبعا انا ايه? هبدأ اشدها كبارة كده شوية عشان بس اتعدي الايه? الشغل بتاعي. وبعدين ايه? مش عدي من فوق من هنا. لأ انا هعدي من ايه? شايفة? اهو. من تحت من هنا ده كده يعدي. وطبعا وانا بعد دي اعدي الفتلة الايه? الاساسية اللي انا كنت سايبها عشان نعمل بها. قلت ايه? تشيب الاعدة نفسها. تمام? خلاص كده نعدي اتهوت. وبعدين هبدأ اشد الايه? الخد بتاعي تانية. وابدأ سطر جديد. اللي هو السطر هيبقى يبقى يبقى الايه? السادس اللي هيبقى هنا كان عندي بقى ايه? احنا نقول تاني بدأنا تلاتة وبعدين ستة وبعدين تسعة. تمام? وبعدين اتناشر وبعدين كده كم? خمستاشر. هنبدأ السطر بقى اللي هيبقى فينا في السطر ده كام? تمنتاشر. هنبدأ الغرزة بتاعتنا اللي هي الغرزة الجديدة بتاعتنا في السطر الجديد. هدخل فيها. وهسحب الخيط. بكرر نفس الكلام. اهو. هسحب الغرزة بتاعتي. وبعد كده هدخل اعمل غرزة حشو مركزية. في كل غرزة حشو مركزية من السطر السابق. تمام? اهو. طبعا احنا واحنا مشيط بنقول ايه? ان احنا بنحاول نعالج آآ عيوب الخيط الكليم. لان مفيش حد يقول لك مهما كان الخيط لوكس ومش لوكس والكلام ده كله. يقول لك ان الخيط مفيش عيوب. لأ الخيط مليان عيوب جدا. وانا بشغل معاكم ونشوف الايه العيوب مع بعض. هكمل في كل غرزة حشو مركزية. غرزة حشو مركزية. لحد الايه المركر التاني. خلص السطر زي ما انت شايفة كده. وبعدين هروح على الايه مكان التزايد. اول غرزة. هابدأ في الاول هنا. طبعا انا الغرزة اللي ايه الاولانية هعمل فيها ايه? هنا غرزة واحدة. والتانية برضو غرزة واحدة. والتالتة برضو غرزة واحدة. وبعدين الرابعة غرزة واحدة. يبقى ان السطر ده بعمل ايه? اربع وحايد. السطر اللي فات كان ثلاث وحايد. السطر ده كان اربع وحايد. وبعدين هبدأ اعمل غرزتين في اللي بعدها. وهلاقي برضو اللي انا بعمل فيها غرزتين. هلاقي كانت لوحدها السطر اللي فات. هعمل فيها غرزتين اللي هي الغرزة الخمسة. ازي واحد. اتنين في نفس المكان. وبعد كده هعمل اربع وحاية تاني. ادي واحد وبعدين ادي اتنين. هبصي شوفي كان هنا الخدقة الرفاية هبصي مديني ازاي فانا هنحاول نعالجه ايه? هنا ادي اتنين وبعد كده في الغرزة بعدها هعمل التالتة. ادي كده تالت. اهي. التالتة. وبعد كده الايه? الربح. وبعد كده هعمل في اللي بعدها اتنين. وبرضه هلاقي كانت لوحدها السطر السابق. هعمل ادي واحد اتنين. وبعدين هكرر تاني اربعة تانية. ادي واحد اتنين وبعدين تالتة. وبعدين اربعة. وبعدين هنا في الاخر اخر غرزة هعمل كام? اتنين. يبقى انا واحد. في نفس المكان هعمل اتنين. تمام? يبقى انا الدوران ده. طبعا انا هنا كنت نسيت حط المركر مش مشكلة. ايه هو معروف المركر. تعالي نشوف احنا ايه? طب تعالي بصي اللي مش عارف. اللي بش عارف احنا حاطيني المركر بصي هناه. ايه طلعتة الغرزة بتاعت ايه? طلعتها ازاي. تعالي اقولك عشان لو انتي اسأتي تحطي المركر. بالمرة عشان ايه? بقى احنا ايه? فاهمي. انا طلعتها ازاي. بصي. شوفي دي اخر غرزة اهي. اخر غرزة معمولة في في اللومة واحدة Mul awareness شايفهم? ودي الغرزة بتاعتها او غرزة السلسل بتاعتها سابقها. وبعد كده دي الغرز اللي فيها الايه? شايفها اللي كان بداية التلاتة. شايفونا طلعتها منين? تعالي نعدي دول كده كم? ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر بعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر. يبقى تاني هعيد عليك التكرار بتاعنا تاني اللي احنا عملنا ايه? ان احنا عملنا ايه? عملنا تلاتة. وبعد كده ستة. وبعد كده عملنا تسعة. وبعد كده عملنا اتناشر. وبعد كده عملنا خمستاشر. وبعد كده عملنا كام? طمانتاشر في السطر الايه السادس. وبعد كده هلف في كل غرزة. غرزة واحدة. اهو. في كل غرزة هعمل غرزة. وزي ما قلت لك وسعي الايه الغرس. انا بوصيكي وسعي الغرز. رياحي الغرزة. في كل غرزة هعمل غرزة لحد المركر التاني عشان نبدأ نعمل التزايد. نفس التزايد تاعد دوران ده نفس التزايد تاعد دوران التاني. ونكمله سوا. كده. انا خلصت السطر وزي ما انت يا شايفة بصي. خليت حاولت اخلي الايه? اللي هو الالوان واللطشات واللطشات دي كلها اخليها بحيس انها لما جي لما اشتغل هداري عليها. ما خليتهاش في قلبي حرف الايه? السبعة نفسها. خليتها فقية في السلسال. لان السلسال زي ما انت شافة ايه? متداري مش باين. وبعدين هبدأ ان انا ايه? اللي عايز يجيب مكرمية جماعة يجيب ممكن مكرمية مصري. هتبقى معاها حلوة. بعد كده طبعا هبدأ هنا الغرزة بتاعتي. هبدأ ان انا عمل ايه? او قلنا اربعة زي ما عملت هنا بزد. اربعة عبدين تزايد. اجي اول غرزة. وهحط المركر. وبعد كده اجي واحد. بعد كده اتنين. وبعدين تلاتة. بعد كده شافروا ايه? اجي ايه? اجي اجي وصلة. فانا مش عايزة ايه? ااخدها معايا فانا هعمل ايه? هاقصها. تمام? واقص لو في حتة رفيعة واللي حكي اللي انا جاي بعد منها الوصلة للأسد بيبقى عندها بداية حتة ايه? رفيعة. فانا هاقصها اشيلها. تمام كده? انا فكت غرزتين عشان خاطر ايه? خلاص نبقى ده ايه? لان طبعا لما كانت هنا عند الاربعة فكانت صغيرة. انا عايزها تبقى متينة. فعشان كده انا فكت غرزتين. اجي هنا انا عملنا الغرزة الاولى. ودي الغرزة التانية مش هسحبها بالخط القديم. هسحبها بالخط الايه? الجديد. تمام? نسيب مسافة كده. واسحب الغرزة الجديدة بالخط الجديد. خلاص كده. هاخد بقى اللي هي بتاعة الغرزة الجديدة. هخليها تشطب مع السطر اللي جاي. عشان ما اشطبش الاتنين في سطر واحد تبقى مكالكاها معي. وهاخد القديمة اللي هي معي ديت. اشطبها وانا ماشية. كده انا عملت اتنين. كده الغرزة التالتة. وبعدين الغرزة كده الايه? الرابعة. تمام هوت. وانا طبعا ماشية باخد معي الايه? الخط بشطة عليه. مايش الخط هوت هشطة عليه. عشان مايبنش. وبعدين هيجي اعمل هنا في الغرزة اللي بعدها عمل تزايد. وهلاقي الغرزة اللي هعمل فيها تزايد. هلاقيها في السطر السابق. كانت لوحدها. اجي اول غرزة فيها. وبعدين تاني غرزة فيها. قلتلك انا بشطب على الخيط اللي انا ماشية بيه. بعد كده هعمل اربعة من غير تزايد. اجي اول غرزة. وبعدين تاني غرزة. من غير تزايد. بعد كده تالت غرزة من غير تزايد. وبعدين رابع غرزة من غير تزايد. وبعد كده هعمل غرزة اللي بعدها بتزايد. اعملتها اربعة من غير تزايد. بعديهم على طول من غير بتزايد. الغرزة اللي هلاقي فيها اللي هي الغرزة اللي بعدها هلاقيها كانت لوحدها السطر السابق. ادي واحد. يبا احنا هنا ايه? عشان نجيب الدوران مزبوط. ما عملناش تزايد فوق التزايد خالص. ادي اتنين في نفس المكايل. وبعد كده ادي غرزة. كده اتنين. وبعدين تلاتة. احافظ ان انا اخد ايه? الغرزة بتاعت معي. اللي هي الفتلة بتاعت معي. تلاتة. وبعدين طبعا تلعت كبيرة قوي فانا ايه? هحاول ايه? هصغرها شوية. تلاتة. وبعدين هنا ايه? دي الغرزة الرابعة. اهي. وبعدين الغرزة اللي بعدها هعملها بايه? بتزايد. اللي هي ايه? الغرزة الاخيرة. هدي واحد. اتنين. وبصي كانت اديفوه. شايفة فين? اهو. شايفة? اهو. اتنين. داريت عليه. عرفتي بقى انا بحط اديفوه فين? بحاول ان انا اخليه على حرف السلسلة نفس عشان ما يجيش في ايه? في حرف الفيه هنا. وبعد كده طبعا احنا عايزين نقفل السطر بتاعنا. هنبدأ نعمل ايه? هليجي غرزة السلسلة اللي هي الاولانية. وبعدين هصحب الخيط بتاعي او الحلقة بتاعتي. اهي. وبعدين طبعا انا كل سطورة عملتها لك كل مرة بعملها لك عشان ايه? ما تقوليش خلص ده خده احنا شطبناه. بعد كده ايه? هصحب الخيط بتاعي شوية كده. وهي جاي شايفة? اهي. ادخمت كده. اهي. ادخلتها كده. واسحب برضو الخيط الايه القديم. ما تنزوش. عشان ما يكلكعش معاك. وبعد كده ايه? اصحب الخيط بتاعي. كده احنا ايه شايفة? محافظين على السطر بتاعنا. تعالي نشوف شغلنا بقى عملت ايه? هنلاقي كده شغلنا هنا عمل معي انا بالنسبالي في الخيط كده. تمانية وعشرين سنتي. وعمل في العرض هناك حوالي عشرة سنتي. يعني انا بالنسبالي المقاس ده او مثلا انتي ايه? بتجيب الكشكول بتاعك او الحاجة بتاعت ابنك او بنتك اللي انت هتعملينها. وات ايه? وتقيسي كده. فانا بالنسبالي بص يعني الحاجة ايه? هتتحطي مرتاحة. ده لو انت هتحطها بالطول. عشان تعملي الشنطة بالطول. لو عايز الشنطة تبقى سيارة. وحاجتها بالعرض فانت ايه? هتزودي شوية. هتزودي كمان سطرين. او تزودي اربعة. فازن الزيادة لو انت عايزة تزودي القاعدة عني. مش هتزودي بالسطر ولا بالسطرة. هتزودي بالايه? اتنين اربع. عشان انا عايزة العدد الدوران ده معي في الاخر يقبل اسمه على ستة. ده بالنسبالي ايه? الشغل بتاعي. فهقطع الخط بقى بتاعي كده خلاص. انا بالنسبالي ومش هشطبه. اهو. هسيب مسافة بس طويلة كده عشان ايه? هشطبها. معي. تعالي بقى هنا الفتلة دي. اللي قلت لك في الاول السيبيا. الفتلة اللي قلت لك في الاول السيبيا دي وظيفتها ايه? ان انا عايز اعمل هنا شايفة الحرف ده? شكله مش حلو. فانا عايز اعمله شكل ايه? شكله ايه? يكون جميل ومظبوط كده. فعشان كده قلت لك سيبي فتلة لها عشان ببقى ايه? لو كنا هنعمل كنا هنبقى عندين هنا ابداية وهنا نهاية فيبع عندي فتلتين. لا اكده يعني ايه فتلة واحدة. هاجي من هنا من مكان شايفة الغرزة اللي كان فيها التزايد اللي هي التلاتة. هدخل واسحب الخط. هصحبه عروة او غرزة كده. تمام? وبعدين شايفة انا عندي بقى غرزة هي شايفها. هنزل في كل غرزة هعمل ايه شايفة? ايه هو اصحب. وفي كل غرزة انزل اعمل ايه? منزرقة. صحبت هو. وبعدين شايفة? انا هريحها معي هو. واعمل ايه? منزرقة. تمام? وبعدين برضو هنزل تاني كده. وهصحب الخط من تحت. الخط هبقى مبسكة كأنه زي ايه? كأنني بشغل كرشيه. واسحبها الفوق كده. وبعدين اصحبها ايه? منزرقة. ما تشداش عشان ما تشدش العدم عيكيه. وبعدين تاني. هعمل تاني كده. اهو. هعملها تاني كده هيئة. هصحبها. وبعدين اصحبها ايه? منزرقة. برضو تاني. هتقرر تاني. هصحب الخط بصي. شايفة? من فوق كده. بقى عندي عروتين على الابرة. هروح سحبها ايه? منزرقة. هكمل كده لحد اخر غرزة انا عاملاها هنا اللي هي كانت مكان التلاتة التانين التزايد التاني. كده انا وصلت لاخر غرزة زي ما انت شايفة كده. دي الغرزة اللي هي بتاعت غرزة اللي كان فيها التزايد التلات غرز. هبدأ انزل برضو فيها واسحب ايه? الغرزة بتاعتي. اهي. وبعدين اشد الخط لفوق. وعد ما اشد الفوق ارجع تاني ايه? من نفس المكان او نفس الغرزة. هبدأ اسحب الغرزة تاني. خونا اشدته ليه عشان يقفل. بص كده. هيقفل على الغرزة سلسلة ايه نيمها? هاسحبه كده. كميم? كده ايه خلصنا? الغرزة زي ما انت شايفة كده بص الشكل بص بقى جميل ومظبوط ازاي? ومفروض معنا. هبدأ اجيب ابرت التشتيب عشان اشطب ديها. لان قلنا دي هنشطبها واحنا ماشيين لكن دي هجيب ابرت التشتيب اشطبها. جبت ابرت التشتيب ولا ضمتها وابدأ بقى امشي ما بين الايه الغرز وبعدها. هشوف بقى الغرز بتاعت كده. ايه غرز كده. همشي ما بين الغرز وبعدها. ما سايفة كده عشان ايه? ما تفكش مني. شايفين? اهو. واحدة واحدة كده. اهيه. اللي ما الغرزة اللي ما تلاقاش شغالة معاك يا سيبيها. خدي غرزة تانية غيرها. فاي اتجاه تاني جنبها. اهو. بس ايه هعملها بس ما سايفة عشان ايه? ما تفكش وما تسحبش. شايفها? اصحبتها تقريبا ايه? معظم الغرزة هي يعني لو بتعملي فيها ايه عمرها ما هتفك ولا هتسحب. عرفت بقى ايه? فطلة طويلة ليه? كان زبانة بدل ما بنشطى بوحدة فطلة واحدة. اه. دلوقتي احنا مشطى فطلة واحدة. كان زبانة بنشطى باتنين. فطبعا انا قلت لك سيبي ازيه? عشان ايه? نوفر وقت وايه. في نفس الوقت تبقى ايه? متينة اكتر. كده انا ايه خلص التشريب بتاعي. بكده نكون خلصنا القرص بتاعنا او الاعدال بيضوية بتاعتنا بطريقة صحيحة. وانا بصراحة عملت اتنين. يعني حبيتها وريكي بس برضو حاجة. ان هنا دي احنا اشتغلناها مع بعض اللي كانت بابرة رقم خمسة. اللي كان الخط بتاعها رفيع وكان مناسب لها ابرة رقم خمسة. واشتغلت كمان واحدة تانية بابرة اكبر شوية وخط ادخل شوية بابرة رقم عشرة. عايز اقولك ان العدد دي هي عدد دي. نفس العدد بالزلط. اللي بدأناه من هنا لما التمنتاشر. نفس العدد اللي بدأناه هنا هو اللي بدأناه هنا. وطبعا بالتالي اللي انتهينا به هنا هو اللي انتهينا به هنا. بصي فرق المقاس الاتنين عن بعض. فرق المقاس طبعا ايه? باين قوي. زي ما انت شايفة كده. تمام? اه ده عشان بس ايه? لما حب اقولك انتي لازم تحدديجي لان انا كنت عملت لكم الفيديو ازاي تحدديجي الابرة وكده. وحبا بس اكد عليكم انه بصي اختلاف خط الكليم. حجمه عن حجمه. طبعا بالتالي هتختلف ابرته. فبالتالي بيختلف معاك الايه? الميز. اه كده احنا خلصنا الفيديو القعدة البيضاوية. اتمنى انه يعجبك. احنا كمان هنستغله في الفيديو اللي جاي. هنعمل به قعدة شنطة حلو قوي جميلة. اتمنى انها تعجبكو. عشان المدارس وعودة المدارس كل سنة هم تطيبين. اه ازا اتمنى ان الفيديو يعجبكم. ما تنسش اعملي لك وشل الفيديو. وازا كنت جديدة في القناة من فضلك اعملي الشراك. اه اللي هو الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو. اه كمان فعلي الجرس. بعد ما تعمل الاشتراك هيصار لك الجرس. ادرسي عليه وفعليه عشان خطر يوصلك كل جديد انا بقدمه. والا لقاء الاخر في حلقة قديمة ان شاء الله.